نعود لضيفي في الستوديو السيد رضا عازم سيد رضا نعود مرة أخرى للحديث عن شركات ما يسمى الأسواق الافتراضية تحدثنا عن شركة إي بي وأمازون وعلي بابا الشركة الجديدة سوف تأخذ حيز مهم جدا في البلاد تكلمنا أيضا بنسبة للمشترين كمجتمع ممكن كمستهلكين يشتروا بضاعة معينة ولكن أيضا ممكن نعمل من هذا الموضوع نوع من التجارة نعمل شريط بيزنس إنه شخص يبني دكاني أو متجر بداخل هذا الموقع كيف ممكن نفذ هذه العملية؟ كل المواقع الافتراضية اليوم بتشجع كل شخص أنه يفتح متجر في موقعه الإمكانيات سهلة جدا أن الواحد يفتح متجر في كل موقع افتراضي شو الخطوات الأساسية اللي ممكن يكون فيها؟ الخطوات الأساسية أنه لازم يكون عنده بطاقة ائتمال وأنه شوية خبرة أنه شايف يتعامل مع الموقع هذا الخبرة ممكن مثلا أشخاص مثلك اللي بتعمل دورات ممكن فعلا تعلم أشخاص بشكل يعني بفترة زمنية قصيرة كيف ممكن يحصل على متجر خاص لإله بداخل هذا المواقع؟ أكيد مثال الدورة اللي أنا بعملها اليوم هي مكونة من أربع لقاءات أربع لقاءات راح تكون فاتح متجر في موقع الإيبي وجاهز أنك تشتغل في الموقع وأنك تبيع فيه عندك معلومات نوعا ما عدد الأشخاص اللي عندهم متاجر من هذا النوع بالمجتمع العربي يعني بالتقدير يعني مش بالشكل دقيق بالتقدير أنا معتقد 10% من كل المجتمع العربي بتعامل مع هذه المواقع الافتراضية يعني بتحكي عن وعي منخفض جدا منخفض جدا جدا كيف إحنا ممكن نرفع مستوى الوعي برأيك يعني أنت كشخص هذا كمصلحة شخصية لإلك ولكن كم مجتمع شو نقصنا إنه نرفع من هذا المستوى يعني خلينا نقول يعني أجهزة الكمبيوترات والموبايلات وكل هذا الوسائل موجودة متاحة لإنا أكيد يمكننا عن طريق السوشيال ميديا المواقع الاجتماعية عن طريق عن طريق كمان كل البرامج اللي بالتلفاز إنه نشجع هذه الدورات أو هذا الوعي إنه يكون وعي للتجارة الإلكترونية وأنا بعتقد إنه فيه كثير إمكانيات بهذه التجارة الإلكترونية وبالأسواق الافتراضية وفيه كثير كمان ربح بهذه المواقع شو بالنسبة لموضوع يعني خلوا نقول الدرائب يعني كيف ممكن شخص اللي يفاتح متجر افتراضي ننسميه كيف ممكن يتعامل مع السلطات من ناحية الدرائب هل الأمر متاح الأمر متاح جداً الدرائب هم موضوع سهل جداً لأنه دولة بتشجع الاستراض لبرة وهي لا تحسب الضرائب علينا السبعتاش بالمئة لا تكون في المقاصة الفطورة التي نخرجها للأشخاص الذين نبيعهم خارج البلاد يعني أيضاً فيه تسهيلات ضريبية بالنسبة لهذا المواقع يجب الكثير من التسهيلات شجع دخول أي شخص للإستراض لخارج البلاد والدخول للأسواق الافتراضية جميل شو بالنسبة لحالات نصب واحتيال بالنسبة لهذا الموضوع يعني من تجربتك في ناس تعرضوا لحالات نصب واحتيال قليل جداً قليل قليل جداً لتعرضوا حالات نصب يوجد بعض الأشخاص الذين كان لديهم خرق في مواقعهم ولكن عادةً المواقع الافتراضية دائماً ستكون داعم للتجار والمشتريين أيضاً جميل بالنسبة لشركات أكثر آمنة يعني فيه نوع من الرقابة اللي احنا ممكن نفحصها فيه جهات رقبية على هذا المواقع ممكن احنا مثلاً نتتبع هذه الخطوات يعني نعرف بشكل مؤكد من ناحية الشركة اللي احنا متعامل معها أنا كشخص يعني بحاجة نشوف إذا هل هي خاض على رقابة معينة أم إنه إذا الأمر تحت أمازون أو إي باي يعني هي هذا الرقابة نفسها هي هذه الرقابة هي الشركات هذه اللي افتراضية شركات جداً كبيرة وهي خاض على نفسها يعني هي بتحكم بهذا الموقع اليوم يوجد لدينا إمكانيات أن نفتح دكان متجر خارج هذه المواقع أيضاً ونطور متجرنا الخاص بنا كيف يعني كمان مرة يعني أعطيني مثال على سبيل المثال يعني خارج الأمازون نفسه أكيد يوجد يوم إمكانيات مثل يوجد مواقع باسم الشوبيفاي يوجد الوكوميرز التي تعطي لك الإمكانية فتح متجر خلال خمس دقائق تفتح متجر خاص بك دون أن يكون عليك أي أحد فوقك مثل الإيبي أو الأمازون يمكنك التحكم بمتجرك بنفسك وبالنسبة للموقع أنت بحاجة أنه تبني موقع خاص لإلك يكون إلك دومين مع اسم أو أنه أكيد أكيد الدومين الموقع راح يكون جاهز أنت راح تفوت فقط المنتجات الإفتراضية اللي راح تبيعها هي بتعطيك كل الموقع جاهز الفلاتفور من المنصة نفسها الفلاتفور جاهز وانت بس بتفوت المنتجات الخاصة بك شو بنسبة للتكاليف إذا مثلا شخص بده يوصل لهذه المرحلة؟ أكيد التكاليف راح تكون أرخص من المواقع الإفتراضية إنه هنا أنت ملك نفسك هي راح تدفع فقط اشتراك سنوي لهذه الشركات يعني أعطيني بالتقدير كده شوى مشاهد يعني يعرف شو التكاليف بشكل عام المواقع الإفتراضية راح تدفع ما يقارب العشرة بالمية ع كل صفقة بتعملها بالموقع المواقع اللي راح تبني لك دومين أو موقع لنفسك راح تأخذ 200 دولار بالسنة يعني مبلغ زهيد جدا يعني شخص ممكن يعمله هل الشخص بحتاج لترخيص معينة مش هن يحصل عليه هذه الإمكانيات أو من هذه المواقع أو من الحكومة أو من الكيان السياسي اللي هم يعيش فيه أو من المؤسسات الإي بي وغيرها يوجد بعض الترخيص اللي يمكن الحصول عليها يجب المثابرة يجب العمل بشدية في المواقع لكي يروا الإمكانيات التي تعملها ويوجد إذا أنتجت نتائج كبيرة هم بنفسهم سيتوجهوا إليك جميل جدا أستاذ رد عازم نشكرك وإن شاء الله سوف يكون لنا لقاء بهذا الموضوع في لقاءات أخرى إن شاء الله أعزائي المشاهدين نخرج إلى فاصل ومن ثم